موجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضل يدينا شكرا لك بسانت أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة أسادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات حوار بيترسبورج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلينا والذي يعقد برئاسة مصرية ألمانية ويعد حوار بيترسبورج إحدى المحطات المهمة قبل إنعقد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنصيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية بالنظر إلى سمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال الصناعات البحرية جاء ذلك خلال لقائه في برلين مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة بيتر لورسن وصراح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بدنا اللقاء شهد متابعة أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال الصناعات البحرية وتطوير الترسانات إلى جانب برامج تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات ومن جانبه عبر رئيس مجلس إدارة شركة لورسن باعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر في مجالات عمل الشركة فضلا عن الفرص الاستثمارية الواعدة المباشر في مصر وصل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد النهيان إلى باريس في مستهل زيارة رسمية يتوقع أن تشهد توقيع صفقات في مجالات الطاقة والنقل وتعزز العلاقة المتنامية بين الدولتين وخلال الزيارة سيلتقي بن زايد نظيره الفرنسي إمانويل ماكرو في قصر الإليزي قبل أن يجتمع بمسؤولين فرنسيين آخرين بينهم رئيسة الوزراء وخلال الزيارة سيبحث رئيس دولة الإمارات مع ماكرون مجملة للقضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إقالة المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد وذلك بسبب شكوك بوجود حالات خيانة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح روسيا وفي خطاب قال زيلنسكي أن سلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالات خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون بينها 60 حالة في المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية وتلك المولية لموسكو تأتي تصريحات زيلنسكي عشية اكتمال لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية يرمي إلى تجديد العقوبات على روسيا احتتم الجدل بين المتنافسين المحافظين الخمسة الذين ما زالوا يتنافسون على منصب رئيس الوزراء البريطاني القادم وذلك في ثاني مناظرة الفيزيونية وبرز وزير المالية السابق ريشي سوناك باعتباره المرشح المفضل لنواب حزب المحافظين في البرلمان وعددهم 358 مشرعا وسيجري الأعضاء مزيدا من عمليات الاقتراع هذا الأسبوع لتقليص عدد المتنافسين في نهاية المطاف إلى اثنين وصلت العديد من دول الأوروبا الغربية مكافحة حرائق الغابات نتيجة موجة حرم من المتوقع أن تستمر لعدة أيام في فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا اكتحت نيران ألاف الهكتارات وأكبرت ألافا من السكان والسياح على الفرار من أماكن إقامتهم وقتلت العديد من عناصر خدمات الإطفاء وهذه ثاني موجة حر تشهدها أوروبا في شهر حيث يعد تكاثر هذه الظواهر نتيجة مباشرة للاحترار المناخية وفقا للعلماء ورياضيا يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد اليوم مع نظيره منتخب الرأس الأخضر في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا المقامة في مصر ويسعى منتخب اليد إلى الدفاع عن لقبه القاري الذي توج به عام 2020 في تونس وكان المنتخب تأهل للمباراة النهائية بعد أداء قوي أمام المنتخب تونس بعد فوزه بنتيجة 29-27 انتهى موجة الثامنة عودة مرة أخرى إلى محمد بثانت لإكستكمال باقي فقراء صباحة اليد مصر شكرا لك يا دين